تقدم في الملف الكوري الشمالي بدأ وكأنه وقع في فخ المراوحة إن لم تكن الانتكاس في قمة هانوي في فبراير والتي تفرق بها الزعيمان دون اتفاق لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد مطمئناً هذه المرة من اليابان كوريا الشمالية أطلقت أسلحة صغيرة ما أزعج بعض أفراد فريق وآخرين أيضاً لكن شخصياً لم أنزعج الرئيس كيم يحظى بكامل الثقة بأنه سيف بما وعدني به ثقة يراد منها تهديئة مخاوف توكيو التي ترى في تصرفات بيونج يانج تهديداً مباشراً لها ومنذ قمة هانوي حصلت تطورات تنذر بابتعاد بيونج يانج عن مساعي الحل أعادت إنشاء منصة إطلاق صواريخ شمال البلاد ثم أجرت هذا الشهر تجارباً لصواريخ قصيرة المدى كل ذلك لم يدفع ترامب إلى حافة التشاؤم بقي متفائلاً بمتانة العلاقة مع كيم جونج أون بل أعلن عن بحث ترتيب قمة ثالثة طرح سارع كيم إلى رفضه إلا في حال بدلت واشنطن موقفها غير الصادق حسب قوله إذن لماذا التغريد المتفائل من ترامب الذي يعرف عنه عدم تسامحه مع منتقديه؟ الرئيس الأمريكي يعتبر التقارب مع بيونج يانج عماد إنجازاته الخارجية ويرى أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لن يكون إنجازاً تاريخياً فقط بل نجاحاً حيث فشل الرؤساء الأمريكيون سابقون مخضرمون أرفد الجنابي العربية